دواء الحقيقة وسيلة استجواب جديدة قد تعتمدها الاستخبارات الأمريكية هذا ما كشف عنه تقرير سري أفاد بأن CIA درست احتمال استخدام دواء مخدر ومنوم مع المعتقلين خلال عمليات الاستجواب بعد هجمات سبتمبر 2001 تقرير سري يتم الكشف عنه قانونيا يوثق إجراءات عدة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التقرير يكشف أن وكالة الاستخبارات قيمت خلال العقد الماضي احتمال استخدام أدوية ذات تأثير تخديري نفسي بهدف إجبار المعتقلين المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب على التحدث والكشف عن معلومات فبعد هجمات سبتمبر 2001 ارتأت الوكالة أن دواء فيرسد المعروف باسم ميدازولام علميا ربما يستحق التجربة لنزع اعترافات من المعتقلين الدواء يعد مخدرا ومسكنا ويستخدم لعلاج نوبات القلق وللتنويم والتخدير قبل العمليات الجراحية وفيما لم تقدم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على الخطوة يكشف التقرير عن مدى ارتباط التواقم الطبية بعملها تحديدا في مراكز الاحتجاز والاستجواب التابعة للوكالة إذ يفضح التقرير تخلي أطباء وعلماء نفس وممردين عن معايير أخلاقية معينة بهدف تسهيل إجراء عمليات وصفت بالتعذيب نفذها عناصر من وكالة الاستخبارات خبراء في القانون الدولي قالوا أن التقرير يؤكد تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية عمليات تعذيب بحق سجناء بشكل ينتهك القوانين الدولية فبين عامي 2002 و2007 قيم عاملون في المجال الطبي حالاتي 97 سجينا في عشرة مراكز سرية للوكالة خارج الولايات المتحدة ورافقوهم على متن أكثر من مئة رحلة جوية وتبين في التقرير نفسه أن وزارة العدل الأمريكية واثقت على استخدام أسليب استجواب قاسية تشمل حرمان المعتقلين من النوم وحبسهم في مساحات صغيرة كالصنديق أحيانا وإيهامهم بالغرق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رفضت التعليق على التقرير لكن محامين تابعين للحكومة قالوا إنما ورد فيه بشأن احتمال استخدام دواء منوما لاستخراج اعترافات من المعتقلين أمر اقترحه أحد العناصر في الوكالة ولا يمثل موقفها الرسمي معنا من واشنطن الباحثة في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية ميغان بريس أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية طبعا هذا تقرير يتحدث عن السي آي اي شاهدنا استخدام هذا الدواء في السينما أيضا في الأفلام السينمائية لكن إلى أي درجة هو حقيقي فعلا يمكن استخدامه ولدرجة أن السي آي اي تتحدث عن احتمال استخدامه قريبا أو ربما استخدمته نحن لا نعرف هذا التقرير أظهر عددا من الأم المختلفة فهو أشار إلى البيئة المعقدة للأمن الوطني والذي تعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر وأيضا هناك الكثير من الخيارات التي كانت أمام الوكالة لمعرفة ما الذي ينبغي وأن تفعله حتى يكون هناك طبعا عدم تكرار لهذه الهجمات التي حدثت في 11 سبتمبر وأيضا كان هناك نظر إلى الكثير من التقنيات في العمل بما في ذلك استخدام الأدوية والكثير من الأمور المشابهة لمعرفة ما إذا كان هذا دواء أو عقار حقيقي يمكن استخدامه على السجناء حتى يمكن الحصول على المعلومات فيما تعلق بالهجمات المستقبلية وعلى الأرجح أنه لن ينجح لم يكن هناك سبب ليجعلنا نعتقد أن الدواء أو هذا الدواء الذي استخدمه سوف يقلل من التوتر للسجناء ولكن يسمح لهم بأن يكون لديهم ذاكرة قوية لتقديم المعلومات ثانيا أدركوا أن هناك الكثير من التاريخ الذي أظهر أن هناك الكثير من التبعات السلبية لهذه الأدوية وأيضا الكثير من السياسات التي تشير إلى عدم استخدام هذه الأدوية وفقا للقوانين الأمريكية إذن كان هناك استنتاج بأنه لا يمكن استخدام هذه العقاقير عن طريق الحقن وأيضا ما الذي سيحدث له على الرغم من أنهم سيكتشفون كل هذه الأمور بعد الحرب الباردة أو استخدام التحاد السوفيتي لهذه العقاقير إلا أن وكالة إستخبارات المركزية الأمريكية وجدت أنه لا يمكن استخدام هذا على السجناء الأمريكيين انتبعا للقوانين الأمريكية والقواعد والقوانين ضد التعذيب طيب إلى جانب موضوع أن لهذا العقار نتائج جانبية سلبية يعني أليس ربما يعتقد البعض أن استخدامه قد يكون أفضل من استخدام أسليب التعذيب يعني كان فيه مشاكل حول استخدام أسلوب الإيهام بالغرق من قبل السي آي إي وأسلوب تعذيب محرم مفروض هذه العقاقير أليست قد تحد من اللجوء لوسائل التعذيب؟ الهدف من الأبحاث التي أجريت على هذه العقاقير هو الحصول على معلومات من الإرهابيين أو السجناء دون أن يكون هناك لجوء إلى الأسليب الخاصة بالتحقيقات التعذيبية والتي يتم استخدامها من قبل الوكالة الأخرى وإذا كان سيتم استخدامها إذا كان هناك رغبة في تقديم المعلومات دون أن يكون هناك إجبار على إجراء أمور مثل الاستجواب وهم واقفين وجودهم في صندوق وكل هذه الأمور التي تشير للتعذيب ومرة أخرى التعذيب ضد القانون الأمريكي إذن سواء كان هذا صحيح أم لا هذا العقار سيدعو الأشخاص في حالة من الاسترخاء إذن سيكون أفضل من طبعاً اللجوء إلى التعذيب والأسليب الخاصة بالتعذيب ولكن للأسف ما وجدوه أنه حتى دون اختباره على المرضى كان هناك أمور مثل فقدان الذاكرة إذن النتيجة هي أن هذه العققير سوف تجعل هؤلاء الأشخاص يقدمون المعلومات بطريقة مشككة لأنهم أحياناً سينسون كل شيء ولن يتمكنوا من التعامل مع هذه الذاكرة إذن هذا العقار إلى حد ما سيقدم معلومات خاطئة ولن يكون مرتبطاً بأي دلاء العلمية طيب هذا تقرير المفروض أنه سري الآن يتم تسريب أجزاء منه حول هذا الموضوع برأيك ما هو السبب يعني لو ذهبنا إلى نظرية المؤامرة هل هو تمهيد للشارع الأبريكي لاحتمال فعلاً العودة لاستخدام هذه العققير أو الكشف مستقبلاً عن أنه تم استخدامها فعلاً لماذا يتم برأيك الآن تسريب هذا الموضوع؟ كما يتعلق بالمنظمة الخاصة بالحريات في أولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى الحصول على هذه الوثائق خلال السنوات الماضية وأيضاً كانوا يعرفون أن هناك هذا البرنامج الجاري ولكنهم كانوا يرغبون في معرفة هذه المعلومات لفتر المطولة والفكرة أن الولايات المتحدة سوف تغطي هذا النوع من البرامج والذي كان مستخدم لا أعتقد أن هذا أمر على أساس صحيح أن الولايات المتحدة قد استخدمت هذه السليب وأعتقد أنها إذا ما استخدمت فإن هذا سيعلن عنه وإذا كان سيتم استخدامه في المستقبل لا أعلم أنه سيكون هناك توقعات باستخدام هذا البرنامج على اعتبار أن أي استخدام ينبغي وأن يكون مبني على دليل علمي وفي الوقت الحالي لا يوجد أي توقعات بأن هناك عقار فعلا يعتبر عقار للحقيقة وعلينا أن نغير أيضا القوانين الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية للسماح باستخدام هذا النوع من العقار العقاقير على السجناء ولا أتواقع أن هذا القانون سيسن في المستقبل القريب شكرا جزيلا لضيفتنا من واشنطن الباحثة في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا لكم